كونوا حضراتكم فاكرين ان الاهلي في رمضان حيبقى وضع مختلف ومش حيبقى فيه مساحة للاخبار يبقى غلطانين معانا اخبار بس المرة دي مش من الاهلي طبعا فرع الجزيرة لا احنا معانا داخل الستوديو زملتنا العزيزة جدا روزان ناصر وحتقول لنا ابرز بقى الاخبار والمستجدات معاها روزان كل سنة انت طيبة طبعا في البداية ومساء الخير عليك برحب بيك طبعا يا نهواند برحب بيك كريم بقول لكم كل سنة وانتو طيبين اكيد برحب كمان بكل مشاهدين ومشاهدين قناة النادي الاهلي في كل مكان كل سنة وانتو طيبين اكيد بمناسبة شهر رمضان الكريم ويا رب كده يكون شهر الخير علينا جميعا يا رب مبسوطة الحقيقة ان انا بشارككم النهاردة اول حلقة في الاهلي في رمضان وطبعا على طول هندخل في اخبارنا بقى زي ما قلت يا نهواند هنبدأ بمنتخب مصر امبارح اعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وابراهيم حسن مدير المنتخب قائمة الفريق استعدادا لمعسكر شهر مارس اللي هينطلق 13 مارس استعدادا للبطولة الودية اللي هتضم منتخبات كرواتيا تونس ونيوزيلاندا والمقرر اقامتها في ابو ظبي وال25 لاعب هم محمد عواد محمد ابو جبل المهدي سليمان مصطفى شبير محمد هاني اكرم توفيق محمد حمدي محمد شكري احمد حجازي رامي ربيعة محمد عبد المنعم احمد رمضان بكهم مروان عطية حمدي فتحي امام عشور محمد مجدي افشا احمد نبيل كوكا محمود رزيجي مصطفى فتحي حسين الشحات عمر مرموش ومصطفى محمد احمد عاطف محمد شريف ومحمد الشامي طبعا خليني اتطرق معاكم عند الخبر ده واسألكم اكيد يعني شايفين المواجهة الودية المنتخب يعني مصر ازاي وخليني كمان اسألكم على القايمة بما اني قلت النهار ده على القايمة حلو بصي بقى مبدئين طبعا احنا كلنا سمعنا عن مش هنقول الغلط ولا المشاكل ما كانش مشاكل هو كان فيه كلام رايح جاي عن فكرة مشاركة طبعا محمد صلاح من عدم مشاركته مع المنتخب بس معنا طلب من ليفر بول تقدم لاتحاد الكرة وتحديدا لكابتن ابراهيم وكابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن كان بعث ورد على ليفر بول وقال له لا لسه بدري جدا وكان فيه كلام انه هو لو شارك في مبرات ليفر بول طبعا قدام من سيتي بقى فيها كلام كبير انت هو طب انت ليش هتشارك مع المنتخب كل دا سمعنا وكل دا ما يهمناش الحقيقة لان الواحد لو فضل انه هو مع كل مرحلة ومع كل مدير فني جديد يا روزان للمنتخب هيفضل يركز على المشاكل والكواليس اللي ملهاش لازمة ابدا كده عمرنا ما هنتقدم ان احنا كل مرة بنقول يا جماعة عايزين ندعم المدير الفني عايزين ندعم المنتخب لكن احنا للأسف في البعض مننا واقف نركز مع حاجات لا هتقدم ولا هتأخر وجود محمد صلاح مع المنتخب امر كان لابد منه لكن على الصعيد التاني هو ما اعتقدش ان يبقى عنده اي مشكلة ان هو اكيد يشارك في المستقبل لكن انا شايفه فيه قايمة محترم جدا فكرة كمان ربي ربيع على سوية المثال لما سمعنا ان هو تم ضمه للمنتخب انا فرحت جدا احنا انا قوام رائع جدا في النادي الاهلي كالعادة المنتخب اكتر من النص بيكون من النادي الاهلي فده شيء اسعدنا انا متفعلة جدا جدا بقيادة حسام حسن ان شاء الله حسن ان هيبقى فيه فارق وجود يا كريم انا وانت اتكلمنا في ده قبل كده مدير فني محلي بيفرق بشكل كبير يعني الناس كتير قوي مستنية ومتوقع ان ان شاء الله بوجود كابتن حسام حسن هتعود امجاد المدير الفني الوطني وكابتن الجهري وكابتن حسن شحاتها طبعا والايام العظيمة اللي كلنا كنا فخورين بمنتخبنا فيها بالمعنى الحرفي للكلمة وكان فعلا كان قد المسؤولية بنتمنى ان ان شاء الله الايام الحلوة دي تتكرر تاني مع كابتن حسام حسن كنت بتكلم قبل كده كذا مرة في عشر الصبح في الاهلي بقول ان تفصيلة الروح لوحدها في كابتن حسام حسن انا متأكد واعتقد ان فيه كتير جدا من الناس ممكن تبقى متفقة معايا في التفصيلة دي فكرة ان الروح اللي كانت غيبة عن منتخبنا وعن لعبتنا وكلنا كنا مدرب اخماس في ازداز واحنا بنتفرج على منتخبنا الفاقد للروح في ازمنا سابقة بتالي التفصيلة دي تحديدا هتتغير 180 درجة بقيت التفاصيل كمان اكيد هتتغير لكن يعني الحتة دي لان كابتن حسام حسن شخصيا بيشعها انت عارفها وكابتن حسام الحقيقة كله طاقة وكله شغف وكله محبة اكيد لمنتخب مصر واكيد عايز يسبت نفسه لان اللحظة دي هو شخصيا وكابتن ابراهيم مستنينها بقالهم كتير تحدي شخصي فعلا انا شايفة كده جدا وعتقد الناس كلها لمسادي انا كمان بضم رأيي طبعا لرأيكم وشايفة اكيد منتخبنا الوطني يعني ان شاء الله الفترة القادمة هيقدم مستوى اكيد احسن كمان من اللي شفناه في امم افريقيا